سد النهضة الذي وضعت إثيوبيا حجر أساسه عام 2011 ليصبح أكبر مشروع قومي لإنتاج الكهرباء في إفريقيا بسعة استيعابية تبلغ 74 مليار متر مكعب وهو مجموع ما تحصل عليه مصر والسودان تقريبا من حصتهما السنوية إلا أن خزان السد يمكنه أن يحجب مرور النيل الأزرق إلى دولتي المصب لمدة متواصلة تبلغ عاما ونصف العام ما أثار مخاوف مصر والسودان رغم تأكيدات أديس أبابة الدائمة بأنها لا تستهدف الإضرار بدولتي المصب شعبنا رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك دعا نظيريه المصري والإثيوبي لعقد قمة للاتفاق ومناقشة الخيارات الممكنة والمضي قدما في المفاوضات وتجديد الالتزام السياسي بين الدول الثلاث بغية الوصول إلى حل يتوافق مع اتفاق المبادئ الموقع بين الأطراف الثلاثة في 2015 إثيوبيا أعلنت أن مرحلة الملء الثانية لسد النهضة ستتم في موعدها في موسم الأمطار المقبل وأبدت استعدادها لتبادل المعلومات عن عملية الملء مع مصر والسودان فيما رفضت مصر العرضة الإثيوبية باعتباره مخالفا لمقررات القمم الإفريقية التي عقدت حول ملف سد النهضة والتي أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد مخاوف السودان التي أكدها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك من أن سد النهضة الإثيوبي يحمل مخاطر حقيقية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وشدد على أن المخاطر على السودان أكبر من إثيوبيا مع تأكيدات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أن الملء الثاني لسد النهضة سيعود بفائدة على السودان من خلال تقليص حجم الفيضانات أما الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي فقد حذر إثيوبيا من خطر نشوب صراع بسبب سد النهضة وأن التعاون والاتفاق أفضل من أي شيء آخر إلا أن وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي استبعدت الإقدام على الخيار العسكري وأنه لا يزال الحديث عن الخيارات السياسية وهذا ما دعت إليه الأمم المتحدة في حث كفة الأطراف إلى القيام بما في وسعها لتهديئة التوتر